أعلن رئيس وزراء إسبانيا مريانو رخوي عزل رئيس إقليم كتالونيا والحكومة وحل برلمان الإقليم على أن يتم إجراء انتخابات جديدة في الحادي والعشرين من ديسمبر المقبل كما أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي نقالة رئيس شرطة إقليم كتالونيا من منصبه مؤكدا أن الحكومة المركزية في مدريد ستدير الإقليم لحين إجراء الانتخابات فصل جديد من رواية الانفصال في عيون برشلونة يقوده إقليم كتالونيا مع الحكومة الإسبانية التي تحاول إجهاض الانفصال على الرغم من خطواته الجادة ليكون الفصل بعنوان لمن ستكون الغلبة حيث سعت إسبانيا باستخدام صلاحياتها وإمكاناتها ودعم المجتمع الدولي إلى تقييد أحلام الكتالونيين بقرارات جديدة شملت إقالة قائد شرطة الإقليم في إطار تولي حكومة مدريد حكم الإقليم بعد إقالة حكومة كتالونيا ردا على استقلال برلمان الإقليم لاستقلال عن إسبانيا شرطة الإقليم حفثت أفرادها على التصرف بأسلوب محايد وعدم الانحياز لأي طرف سعيا لنزع فتيل التوتر رئيس كتالونيا المقال دعا إلى معارضة ديمقراطية لقرار مدريد فرض السيطرة المباشرة على الإقليم وهو ما أسمى استلاء الحكومة الإسبانية على سلطة الإقليم نسب المحللين فإن مساع كتالونيا للانفصال وإجراءاتها لذلك فإن الحكومة الإقليمية حضرت لذلك جيدا لا سيما على المستوى الاقتصادي واعتمدة على الفجوة بين عائدات الإقليم الكبيرة من السياحة اعتمادا على مدينة برشلونة في مقابل توزيع يراه الإقليم غير عادل للاستثمارات من جانب الحكومة المركزية في مدريد وهو ما يعد أكبر دافع لكتالونيا إلى الاستقلال بذاتها إذن فإن نتائج هذا الفصل من الرواية الإسبانية قد تساعد حكومة مدريد على وقد حلم برشلونة والفوز في هذا الكلاسيك السياسي أو قد يكون لعمل الإقليم وأبنائه الكلمة العليا في حسم النهاية لصالح انفصال الإقليم